موسيقى مشاهدي سفوت شات أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج وجهة نظار وضيف اليوم المستشار في الفيزياء النووية والقانون الدولي الدكتور هادي دلوق أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا يعني أنت المقرب من إيران اليوم ويتم التعريف عنك بأنك مدرس بجامع الطبطبائي في إيران ضروري نسألك اليوم أو نبلش بمشاهد التشييع التي حظي بها الرئيس الإيراني وجميع رفاقه اليوم بهذا الحادث المأساوي لسقوط الطائرة الإيرانية اليوم كيف تعلق على هذا الوداع المليوني للرئيس الإيراني ولرفاقه وكيف تصف هذه الحشود التي ربما هي من بين الأكبر التي تحشد لها السلطات الإيرانية منذ ثورة 1979 بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد ولمحمد أهلك أستاذ رشاد وللقناة المتابعين لكن هناك حشد باستشهاد القائد سليماني كان تقريبا بنفس الحشد بنفس الدرجة ونفس الحرارة ونفس الحزن ونفس التآخي وتنفس الترابط ونفس القرار بإكمال الطريق إكمال الطريق العسكري إكمال الطريق السياسي إكمال الطريق التقني والثقافي والأسري وهذا يمكن السر اللي يجمع الجمهورية الإسلامية المليونية اللي تعيش فيها بأنه إيران هي ليست دولة إيران هي أسرة لها رب أسرة قائمين على هذه الأسرة وأفراد الشعب هم الأسرة أو أولاد هذه الأسرة نوافق على تسميتها إمبراطورية؟ إمبراطورية لأنها هي قارة ليست بمعنى جمهورية لا بمعنى التوسعي أقصد التوسعي هو ظهر هلأ من يجي الموضوع التوسعي إيران فيها ملايين اختلاف ثقافات اختلاف أديار اختلاف وجهة نظر اختلاف بالبيئة اختلاف بمستوى العقيدة اختلاف بالبصيرة اختلاف بالقدرات فبالتالي بالنهاية نحن بشر وطبعا من يحكم هذه المساحة الجغرافية الضخمة يجب أن يكون بقدرات غير عادية سواء كان رئيس جمهورية أو القنبلة الإيرانية المعروفة بمجلس الشورى التي هي تعمل كخليط النحل يعني أنت كل هاي الملايين بكل ضخمتها تختصر بـ 290 شخص الإخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى فاجتماع مجلس الشورى ليس بسهل أبدا تجزم اليوم بأن إيران ستتخطى هذا الحادث وتخطى هذا الحادث لأن هناك تأسيس هناك صيغة وهناك خريطة طريق داخل الأسرة الإيرانية تعمل أنه كل شخص فينا هو مشروع شهيد كوننا حطينا هدف بتحرير فلسطين ومحاربة الأعداء أينما كانوا وكيفما وجدوا وبأي صفة كانت فبالتالي نحن على يقين بأننا ممكن أن نتعرض للاختيار من هذا الباب فكرة أن تضع برأسك فكرة الخطة الأولى بكل مخطط أو لو يتأنك ممكن أن تفقد حياتك فبالتالي ضمن الخطة المتماسكة هناك بديل لك أو على الأقل مجموعة بدلاء ممكن أن يجلسوا ويحل المشكلة ويتخطوا دون أن تتأثر المنظومة بغيابك هل كان الرئيس الإيراني يأخذ هذا الاحتراز واليوم بعدما شفنا مشهد الطائرة اليوم الثلاثة الطائرات التي سقطت واحدة فقط منها ألا يثير هذا الموضوع شكوك؟ مثل ما يثير شكوك لدى العالم أجمع اليوم سقوط طائرة رئاسية وفقط هي من تسقط لا يولد لديك شكوك أم تعتبر الموضوع قضاء قدر؟ لا هناك شكوك طبعا ولكن لا يمكن توجيه أصدع الاتهام أو الخروج بصفة مباشرة إلا أن نعطي قدسية العمل التقني بالمعمل الجنائي كامل الوقت الكافي لإخراج التقرير التقني الذي يثبت من خلال الأجهزة الأمنية طبعا تشكلت لجنة الآن أمنية من عدة مؤسسات أمنية في إيران بالتفرغ تفرغ كامل لإخراج التقرير المعمل الجنائي لموضوع الحادث شكوك وألف خط تحت كلمة شكوك ما هي شكوك التي تولدت لديك؟ أولا الإيران مستهدفة من البداية والعداء ينتظروا أي فرصة لضرب إيران بشكل مباشر أو غير مباشر بعد فشل المواجهة العسكرية المباشرة خد على ذلك موضوع المشاكل التي حصلت في 7 أكتوبر مع السهاينة الضربة الأخيرة بـ 300 هدف المصالحات التي تمت مع الإخوة العرب بالضفر الغربية بخليج فارس بهرمج للسلام والتي كان العراب لها سيد رئيسي المرخوم الشهيد والشهيد عبداللهيان وزير خارجية الذي كان بنفسه سواء الأخ سيد علي شمخاني أو القائمين بالوزارة الذين كانوا يقوموا في عملية المراسلات المباشرة مع الرياض ومع أبو ضبي لتأخي وحل كل العسارات التي كانت معلقة والأوهام التي زرعت في رأس الأسرة المسلمة أن هناك مشكلة داخل إيران تضركم الحمد لله تخطينا مرحلة كبيرة جدا منها وأعتقد أن الرسائل التي خرجت من الرياض والتي خرجت من البحرين والسعودية والقطر والكويت بالتعازي والروح الطيبة تؤكد أنه ليس هناك بغاء وأنه ممكن أي مشكلة تحصل أن نجلس مع بعض كأسرة مسلمة ونحلها مهما كانت كبيرة طالما أنه ليس هناك تدخل خارجي يضرب الخبث داخل الروح المسلمة مع بعضها للمفارقة اليوم حينما تسأل أي مقرب من إيران أو حتى المحللين السياسيين الإيرانيين والمسؤولين الإيرانيين أنه هل هذا الموضوع هو قضاء وقدر أم ربما بفعل فاعل لا يجبونك بأنه هو قضاء وقدر ويمكن هذه المرة الأولى التي يقول فيها مقرب من إيران نعم هناك شكوك ربما تعرض الرئيس الإيراني لحدثة اغتيال عزيزي دائما في الحوادث اللي بدي يشتغل شغل سياسي ويشتغل شغل إعلامي وعاطفي يأخذ الأمور من قسرها ولا يريد مشاكل بس من يعرف كيف يعمل المعمل الجنائي من يعرف كيف تعمل الأجهزة الأمنية حينما تأتي حادثة نضع كل الشكوك من الألف واليا حتى البعيدة منها توضع على الطاولة وتوضع ضمن برنامج خطة عمل ونبدأ خطوة بعد خطوة بكل قدسية عمل ودقة وإتقان أن نبدأ أن نحزف كل مقترح ممكن أن يكون ضعيف وتبتر فكرة أنه ممكن أن يطبق ولكن لا يحدث كليا يضع جانب لأنه ممكن نرجع له ممكن بعد فترة نلاقي قرينة ترتبط بقرينة أخرى نتيجة ظرف معلومة اعتراف خطأ يخطئ الأعداء نعود ونخرج المعلومة الأولى التي طرفناها وتبين بأنها لها علاقة غير مباشرة فكل الافتراضات توضع ونعمل على كل الافتراضات أنها ممكن أن تكون حقيقية وبالنهاية التقرير النهائي يجب أن يكون متكامل ومن يخرج التقرير يجب أن يكون لديه القدرة الكاملة على إقناع اللجان السياسية بما خرج من معلومات سواء مستندا بحرز أو بإثباتات أو باعترافها ولكن اللجان الجنائية واللجان السياسية ربما تتناقض أهدافها اليوم ربما يقال بأن إيران صعب عليها اليوم أن تتبنى فكرة أن المساد الإسرائيلي هو من قام باغتيال الرئيس رئيسي لأنه بهذه الحال هي ملزمة بالرد أولا ليس هناك خلاف هناك نوع من العصف الفكري بالصدام بالأفكار والتي تخدم المصلحة بإخراج تقرير نزيف النهاية ليس هناك خلاف بين أجهزة أمنية ولكن يكون هناك اختلاف وجهات نظر اختلاف جدا صحي لأن هذا الاختلاف يخرج الإمكانيات من داخل الأفكار تخرج وبالتالي تنقي الاتجاه الذي يتم فيه التحقيق كي لا يكون هناك تسرع أو عشوائيات لذلك يجب أن يأخذ وقته أما بالنسبة للصهيوني أنا بقولك أنا واسخ مليون بالمئة أننا لن نجد أي بصمة صهيونية لأن الصهيوني تعلم من المراحل الماضية كيف يخفي بصماته بس لكن تشك بأنه يكون هذا الشيء بفعل المساد طبعا لما بيطلع عندي حد ويرجع في أول العام بما يعرف بالتبصير ويقول يسمي السيد الرئيسي أنه سيسقط بطائرة يعني هذا الموضوع شفت ليش قلت لك في أمور توضع وتهمش ومن ثم تأخذ مرة تالية تقول لي بأنه ربما هذا الموضوع تحدث به العرفون العرفون بأنه قد تسقط طائرة رئيس الإيراني شو هالمسادفة شو نزل ملك من السماء وخبروا أنه راح نخبض روحه بهالوقت بطيارة يمكن لو قيل بأنه سيفقط حياته ممكن سوف نشهد على مسؤول إيراني أنه سيحدث فيه كذا بس يسمى وبطائرة ما ليش يعني هذا الموضوع ما بمر إذا بعض الأطراف الثقافتها متأرجحة في الوطن العربي تصدق هذا الكلام عندي ما بيمشي بثقافتي ما بيمشي من حيث الإعلان ومن حيث أيضا كيف بدأ الحدث اليوم وحادثة بدأ فيها الكثير من الغموض ثم بدأت تتضح الصورة شيئا فشيئا بحكم أنه الأحوال الجوية الضباب من أين أقلعت الطائرة وأين ذهبت وطرقيرات المرافقة حادثة سقوط الطائرة اليوم أو تذكرك لهذا المشهد الطائرة اليوم منقسمة قسمين في مكان بعيد جدا صعب الوصول إليه بالسيارة شوفت جولد منقسمة قسمين يعني لم تنفجر ماذا يعني لك هذا الموضوع؟ ليش أي طائرة مدنية تسقط كل اللي فيها يموتوا يعقوا مصرعهم لأن الطائرة المدنية تكون مضغوطة من الداخل الضغط الجوي وحينما تسقط الكابتن والطاقم القمرة القيادة لا يستطيع أن يفرغ الضغط نتيجة الحادث المفاجئ بالسقوط فبالتالي تسقط على الأرض وتنفجر وهذا الانفجار الأدميغة تنفجر نتيجة فرق الضغط مرة واحدة الهليكوبتر غير مضغوطة ما فيه ضغط وبنفس الوقت يعني الارتفاعات على حسب ما فهمنا أنه لم تكن أكثر من 3000-4000 قدم طيب لما بتسقط الطائرة بهالطريقة هاي وتتم كسرها انت شفت على الإعلام نصف الطائرة غير محترق صح خلف يعني على الأقل كان خرج شخص أو شخصين بأعقات بس الكل يحترق هنا نضعنا باستفهام هناك افتراضية أنه ممكن أن يكون هذا العمل مدبر وكان هناك أحد ينتظرهم على الأرض بمنطقة استطاعوا أن يصلوا إليهم خلال دقائق بعد السقوط من المخربين وقاموا بهذا العمل لفتني ما قلت لسبب واحد وهو أنه اليوم سمعت أحد المسؤولين الإيرانيين يقول بأنه تواصلنا مع أحد الموجودين في الطائرة وأبلغنا بأنه ربما هو بمكان لا يعلم أينه وربما بعد فقد الاتصال به كان لا سهل عقد الحياة هذا يعني أنه لم يموت نتيجة السقوط طيب أنا أفتراض أنه المسنين مثل المرحوم السيد رئيسي والشيخ الجمعة المسنين لربما لم يتحملوا بس هناك شباب كيف قتلوا كيف ماتوا أنا لا أريد أن أجزم أعود وأقول نحن ننتظر التقرير المعمل الجنائي هلأ حتقول لي لماذا تصير على المعمل الجنائي لأن هناك سابقة طائرة أوكرانية تذكرها التي قصفتها إيران كيف قصفتها إيران بصاروخ ربما أتراضي الطائرة خرجت من مطار طهران كانت موجودة في مكان ما عبت ركاب وأتت على طهران بخروجها طلعت على المدرج وكان السلكي الراديو مفتوح مع الطاور طبعا البرج العسكرية عم بسمع بمرحلة معينة انقطع الاتصال مع الطائرة وانقطعت الاتصالات الأرضية أيضا بالتليفونات يعني يبين أنه في حد من بره عم بيعمل نوع من السيطرة على الإشعاعات بإشعاعات بموجات شوش على كل شيء اسمه اتصالات موجودة واستطاع أن يمش بس هذا الأمر أيضا دخل على نظام قمرة الطائرة لأن الطائرة تحركت وخرجت ولا زالت تمشي على المدرج وبلشت تتعمل تيك أوف وطارت الطيارة مجرد طيران الطيارة خرجت عن الرادار وتبين مكانها صاروخ باتريوت طب هذا شو يعني؟ هذا يعني أن هناك جهاز مسبت داخل الطائرة هو اللي بدي يعطي الإشعارات ويعطي الموجات هنا كان ما في حل إلا أنه أصبح هذا جسم غريب وممكن هذا اللي خلاني يخطو قرار وممكن هذا الصاد الطائرة أن تذهب إلى مكان ما وتعمل عمل إرهابي لتفجيرها بمدينة شو منعمل؟ بجميع الأحوال هذه الطائرة أصبحت غير معربة بس من هي الدول بمقدورها فاعل مثل هذا الأمر المتطور تقنيا؟ ودعني أربطوا بحادثة السيطرة على الطائرة الإيرانية أو فرضية هذه الفرضية ليس الدولة بعينها السيطرة على طائرة الرئيس الإيرانية هناك منظومة تقنية عالمية متطورة أنا رح أصد مكهلة فيه برنامج من 2010 بس للأسف بالمنطقة العربية لا تهتم بهذه الأمور هناك موجات تضرب على مركبة تتحرك على الأرض موجات؟ ليزرية هذه الموجة تضرب وتنعكس من المركبة على سواء مسيرة أو جهاز استشعار تعطيك كم شخص بالسيارة أو بالمركبة عدد الأجهزة الإلكترونية الموجودة الهواتف ممكن أخذ البيانات من الهواتف الحديث اللي عم بدور يسجل خلال سيجمنت مدة أربعة دقايق أو ثلاث دقايق لغاية ما الإشارة تطلع ويعرفوا السيارة هاي مين فيها وممكن السيطرة عليها طيب تقنيات وصلت إذا عم بيشغل لك تشيب صغير بتنحط تحت الجلد بتعملك بلا ومدني عملوها هاي كيف فبالتالي من هذا الباب أصبحت ممكن الإمكانية رغم وجود بعض الاتجاهات الخارجية بس ممكن أن توظف تلك الأمور لخدمة الصهيوني أو المخرب الذي يتم تلك هذه التقنيات بالتوازل يوم مع العمل الذي يجريه المعمل الجنائي في إيران البعض بدأ يحقق من الآن وهناك تساؤلات مشروعة أولا ما الذي يعنيه أن يسقط الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي به وهو المرشح الأول لخلافة المرشد الأعلى في إيران هذا أحد الاحتمالات الاحتمال الآخر هو أن يكون جهاز مخابراتي كبير كالمساد الإسرائيلي أو كأمريكا ربما هي من تكون نفذة هذه العملية لنتحدث عن الشق الداخلي الإيراني ما بدأ إمكانية أن يكون هذا الموضوع ناتج عن صراع داخلي إيراني على العرش ما في لحد الآن أي مؤشرات أنه كان هناك صراع وهناك تنافس بس صراع يصل إلى الاختيال هذا كلام مربوض تنافس على ماذا؟ من يستطيع أن يخدم الشعب الإيراني أكتر إنه وصل إلى هذا المنصب هذا التنافس ليس تنافس على الأشخاص ما في أضغان بإيران بالصفة أنه أنا عندي مشكلة مع فلان شخصية لا أنا مشكلتي أنا ممكن أشوف برنامج رشاد غير مناسب بالنسبة لي إلا أنا أستطيع أن أعطي أكتر فبنزل على مجلس الشورى بعمل اللجان أنا أحط برنامجي الانتخابي وأشرح كيف سأغير النظام بما يخدم مصلحة الشعب ويحسن العلاقات الخارجية إما أن يقبل أو أن يرفض بالنهاية كما قلت لك عزيزي عندي مئتين وتسعين شخص عضاء مجلس الشورى مهمتك تقنعهم كيف بدك تقنعهم هي مشكلتك تأتي بعصى موسى بدك تطلع بأي إنكام حتى لو كنامك أنت قدرت تقنع مجموعة منهم وأنت ملك خيادة بش مقتنع ما فيك تعترض مجتبع علي خامين أي هو نجل المرشد الأعلى اليوم في إيران علي خامين أي يقال بأنه اليوم هو اليوم المرشح الثاني أو هو اليوم أيضا أحد المرشحين لخلافة منصب أو كرسي والده ماذا إمكانية؟ أو هناك اليوم انتهامات أو اليوم شكوك نترمى هنا وهناك أنه ربما يكون مشتبع علي خامين أي ربما يكون اليوم التيار الأصولي أو أحد التيارات اليوم في إيران هي من بصالحها أن تقوم بهذا الفعل؟ لا 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 ما حدا بفوت بهذا الباب العملية ليست بهذه السهولة أن تأتي وتقوم باغتيال التي تصل إلى منصب هي مش موجودة في إيران هي مستحللة هل أقول لي كان فيه تعاون داخلي؟ أبأ أقول لك ممكن إذا كانوا كمنوطقي خلق زي المسيرات التي طلعت على أصفهان طلعت منهم بس تعال إسمتنا السرائيلية تقصد أن التيار الإصلاحي ربما يكون هو المتآمر؟ أنا لا أقول تيار إصلاحي أنا أقول مجموعة من الأشخاص غيبوا عن الوعي للتخريب في بلادهم سواء بتفجيرات أو باغتيالات أو بأعمال تخالف نظام مصلحة الشعب هؤلاء الأشخاص مقابل دولارات مقابل إجراءات جرت أفكارهم باتجاه أن يكون مخربين وهذه مشكلة كثيرة كبيرة تبرز في عملية حقوق الإنسان حقوق الإنسان لا يخدم بهذه الطريقة مثل مهسة أمينة وغير مهسة أمينة مهسة أمينة وغير مهسة أمينة الآن أنت تأخذ سيارتك وتنزل إلى الشارع وتقوم بارتكاب مخالفة أو لم ترتكب مخالفة تفجأت بأن دراج خلفك طلب منك الوقوف إلى اليمين وحرر لك مخالفة وحجز المركبة لو أنك ليست مخطئ تتحدى بالدخول إلى المخفر والشكوى عليه لأنك ليست مخطئ أما إن كنت مخطئ فستتشاجر معه في الشارع لأنك لا تستطيع أن دخول المخفر لأنك غلطان ومثبت عليك الخطأ مجلس الشورى لديه السلطة بتعطيل النظام لو كانوا هؤلاء فعلا لديهم الحق بما يعترضوا كانوا توجهوا إلى نوابهم بأكثرياتهم كما يقولون أننا كثر إلى مجلس الشورى وطلبوا تعطيل النظام ومن ثم إن لم يقتل نتيجة ينزلوا للشارع بس إنه ينزل على الشارع مباشر يقتل بالأبرياء ويحمل كلشينات على المراقد ويقتل النساء والأطفال هذا رفع راية إرهاب وبالنهاية اليوم من المتوقع أنه التيار الأصولي هو من سيكون بدائرته المرشحين لرئاسة الجمهورية يقول لا أصولي ولا إصلاحي ولا أي طرف من يستطيع أن يخدم الشعب الإيراني هو الذي سيحظى بهذا المنظر ومن يحوز ثقة مجلس صيانة الدستور الذي اليوم هو بيده هذه العصات الغليظة صيانة الدستور ومجلس الشورى اليوم بالانتقال لفرضية المساد الإسرائيلي أو حتى نحكي عن إسرائيل برحم بقرة تصريح لرئيس المعارضة الإسرائيلية إير لبيد كان يحكي مع متشار الأمن القومي الأمريكي يقول له إيران ستدخل الآن فترة من عدم الاستقرار والتعاون الاستراتيجي بيننا أكثر أهمية من أي وقت مضى تعاول إسرائيل اليوم على سقوط مثل معاون يدعوت أحرانوت تحطم جزارو طهران هذا ما يتمنوه هذا ما يتمنوه وهذا ما راهنوا عليه ولكن الصدمة ستكون بأن كل هذا الكلام لن يكون لهديه محل التنفيذ على الأرض وسيجدوا بأن حاشقاسم سليماني كم راهنوا عليه هناك كلام كان يخرج إذا استطعنا أن نقتل قاسم سليماني فهي لقلق سوف ينتهي حزب الله سوف ينهار سوريا سوف تدمر مثل الوضع السنوار والشماعة الآن أربع سنوات ونيف على استشهاد القائد سليماني وبنهدي المهندس ما الذي تغيّد في لقلق قس هل تراجع؟ جوابني هل تراجع في القدس؟ هل سمعت بأنه صار فيه انشخاقات في داخله؟ القيادات أصبح لديها صدام داخل طيلق القدس بالتنفيذ على الأرض سيد إسماعيل قآني على قدم وساق أكمل الطريق وكأن الحشقاسي موجود هذا ما أخذوا الدرس من هذا الكلام وهذا أخطر من رئيس الجمهورية ربما السعادة اليوم تعوم إسرائيل بما أنه اليوم هي متوجسة جدا من التفاوض الأمريكي الإيراني هناك سعادة هناك خوف بس إسرائيل تحلم ليلا أو تحلم في الليل بينه هذا التفاوض الذي يتم بشكل غير مباشر في عمان يتوقف العقلاء في إسرائيل يقول لو أن فعلا كانت إسرائيل متورطة في هذا العمل والإيرانيين استطاعوا أن يصلوا لقراء بمساعدة روسيا أو مساعدة أي دولة وتم التثبيت بأنها صناعة إسرائيلية ما الذي سيحدث في إسرائيل؟ في المرة الماضية ضربنا كونسولية مجرد كونسولية وأخرجوا 300 هدف هذه المرة ماذا سيخرجوا علينا؟ في عقلاء بفكروا صح وفي مجانين بيتحققوا بقصة بس نتوقع أن إيران لو ثبت فعلا أن إسرائيل هي من قامت بهذه الحادثة المأساوية هل التقرير يطلع ولكل حادثة حدثة؟ ماذا سيحدث؟ بصدد أن إيران ترد على هكذا تصرف؟ إذا كونسولية ردنا 300 هدف على رئيس الجمهورية ووزير خارجية ومساعدين شو بتتوقع ممكن يكون الرد؟ كان الكل يشارط أن إيران لن تضرب ضربة على إسرائيل ولا تجرؤ أن تتواجه مع إسرائيل وأنهم نواجهها لأمل واحد بعد الضربة أين هؤلاء الناس؟ وإن كلماتهم يختفوا كلهم؟ اللي حاول يطلع يقولك الضربة كانت فرعية أي فرعية؟ إذا الإسرائيلي نفسه صرخ فبالتالي خلينا شوي نوسع فكرنا ونعرف الأرض كيف تتحرك هاي الأهواء والاندفاعات والأوهام نوقفها شوي عشان نقدر نقرى الواقع كما هو الصحف ألقت الضغر مباشرة بعد انتهاء اليوم هذه الحادثة على ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية النووية بخصوص الملف النووي ماذا تعتقد؟ هل توقف اليوم البحث في هذا الموضوع؟ جراء هكذا حدث كبير ربما انتظاراً للرئيس المقبل وسياسة الرئيس المقبل؟ أصلاً ليس هناك برنامج نووي اتفاق نووي أعطاه لموجود ليناقش الملف مجمد بس هو ممكن تم إثبات هذا الموضوع بإيران وحتى أمريكا أين بإيران؟ وكالة إيرنا هي التي أكدت هذا الموضوع بأنه بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائمة في المتحدة أنه أجرت مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان وأيضاً موقع إكسكيوز على الإخبار الأمريكي كمان أكد هذا الموضوع ليه غير مباشرة؟ لأنه ما في صيغة لو في صيغة كنا تلاقينا على جنيف بس ما اقترب الحل للموضوع؟ كل ما بيتقل أي حد يستطيع من الليجنلس الدول نحن لأنه معنا يأتي ويعطي مقترحات نسمع نحن مستمعين شكتر إذا ما في شيء يرضيه الشعب الإيراني بقيود تضمن أن هذا الاتفاق سوف يكون مرضي ومجدي لكل العالم مش بس للشعب الإيراني لن يتحرك من باب المقترحات هل هذا هو السبب لتصريح مستشار خامنائي بشكل خاص الذي قال بأنه إيران استعدى لأن تتنصل من أي اتفاق وتذهب لاتجاه النووي هل هذا هو أحد الأسباب التي جعلت مستشار رفيع ليقول بهذا الكلام؟ استشارة بالنهاية، الدكتور الخرازي هو ليس بالرجل الأول الذي يخرج بهذا الكلام هناك عدة جهات، يعني في 2020 لمح أعيام دكتور ظريف خرج السيد محمد عباس موسوي، المطرق باسم الخارجي في ذلك الوقت وقال إذا في حال تحول ملف إيران إلى مجلس الأمن، نحن سننصح من الـ NPT 30 هي مذكرة حظر انتشار سلحة الدمار الشامل اللي موقع عليها مملكة إيران إيران متلكت التقنيات في 58 محمد رضا خان وطبعاً تشيرتشيل كان حريص أنه يعطيهم لأنه كان خايف ستلين يعطيهم التقنيات ويأخذ هو حصة الأسد من البترو كيميائيات من محمد رضا خان مقابل التقنيات النووية في 2020 لما خرج محمد عباس موسوي وقال هذا الكلام أننا ممكن أن نخرج من الـ NPT في حال تحولها طبعاً هذا الكلام نرفض وخلال أقل من ثلاث ساعات نتسحب البيان لأنه طبعاً هناك لجانة تقنية نستطيع أن نجلس مع بعضنا ونأخذ قرار ونقنع القيادة بعملية رفضها طب هذه الدبلوماسية الغامضة عند إيران تثير الشكوك بناحية واحدة وهي أنه أنا أقول بأنه أنا بدي أبعد شكوك السرقة عني وأكون بكل شيء يؤكد أنه أنا سارق بهذه الحالة اليوم إيران تقول بين الفينة والأخرى بأنه هناك اليوم مساعي لدي أو نية لدي في حال كذا أن أذهب إلى هذا الموضوع هذه الكلمات ليست رسمية لما يخرج نائب مز الشورى يقترح هذا الأمر أو مستشار يقترح هذا اقتراح حينما تجد قرار مسجل باتخاذ إجراء أو مثلاً المؤسسة الهيئة الزرية الإيرانية مثلاً دكتور إسلامي خرج بهذا البيان يتحمل مسؤوليته بس فيها إيران أصبح بإمكانها اليوم انتلاك سلاح نووي بغدون ربما أشهر أو أقل من سنة مثل ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نيويورك تايمز على شو استندت؟ استندت قالت قادرة إيران أصبحت قادرة على تخصيب كمية كافية من اليورانيوم لصنع سلاح نووي في غدون أسبوع أو أسبوعين وهذا يمكن انتلاكه فعلياً هذا السلاح بغدون ستة أشهر هل هذا فعلاً هو واقعي؟ أنت اليوم طبيب جراح من دون ما يكون شيء قابل للتطبيق؟ أنت اليوم طبيب جراح لديك مستشفى صغير عيادة جراحة بعيادة الجراحة تمتلك حقيبة فيها 25 مشرة سكين ومقص تحتاجها للعمليات الجراحية في العيادة وصلت الأمور معك أنك بدأت تطور نفسك في جراحات أدق وهذه الأدوات التي تمتلكها لم تعد كافية أن تعطيك المنتج الطبي بالجراحة التي تطلبها فقمت بإجراء شراء وحدية بعض المعدات إلى جانب شراء معدات جديدة بمشارط أكثر دقة ومقصات أكثر طول واشتريت أربع وحدات إضافية من تلك المشارط وحينما أتت وزارة الصحة قلت لها بأن أنا لدي هذه العملية إن نجحت أريد أن أسجلها احتكارا بإسمي وتشرع لي المقصات الجديدة التي اشتريتها والمقصات التي عدلت عليها كي أصل إلى نجاح العملية الفلانية ونفقت وزارة الصحة وعطت الترخيص هل أستطيع أن أأتي في اليوم التالي وأقول لك يا دكتور رشاد أنت تجهز لعملية إرهابية بعملية سرقة أعضاء من خلال عدد المشارط الغير طبيعي الموجود عندك إذا وزارة الصحة رقصت لك ماذا يكون كلامي؟ أنا لما بدي أطلع من برنامج تخصيب من مستوى إلى مستوى عند تقنياتي وأنا كلامي ليس مع أمريكا أنا كلامي من موكرة الدولة للتقلزرية هذه فقط سيد جروسي الذي يحق له أن يسألني وأجيبه إيران قادرة لكنها لا تريد على صناعة هذه القنبلة؟ أي حد قادر يركب سلاح من 20% نحن لدينا من 0% لـ 5% اللي هي اللو بروفايل الخمسة بالمئة اللي هي بوشهر إنتاج الكهرباء لما خرجنا من 5% إلى 20% في جامعة طهران هذا بكت أقول لك الترخيص صحيح أتينا بالأمم المتحدة وتم الكشف بأنه لدينا مختبر بداخل جامعة طهران يحتاج وقود 20% فأخذنا صغة التخصيب بدأت الشكوك الأمريكية بأن هذه الأشرين ممكن أن تخرج لأكثر من ذلك وأنتم غير مضمونين قلنا لهم نعم تعالوا الشكوك الموجودة لديكم في المواقع التي تقولوا أنها سرية دعنا نحن نوقف التخصيب ونذهب إلى التفتيش ومن هنا خرج الاتفاق النووي بهذا الاتفاق حينما وصلت واشنطن إلى نقطة الصفر وحبطت كل أمالها التخريبية بتجريمنا خرج دونالد ترامب وفشل كل شيء طيب أنا كيف بدي أضمن أن أكمل فيها الصراع والخلاف والجدل كان على 60% لما طلعنا خصبنا 60% هنا كان فيه جدل أنه لماذا تحتاج 60% شفت لاش قلت لك موضوع مشارط لدي أبحاث فضائية تحتاج إلى وقود إضافي خارج الغلاف الجوي وهذا يحتاج وقود من نوع خاص فلذلك أضفنا كلمة على مذكرة 60% لأسباب تقنية فعليا نحن نمتلق قنبلة نووية ولكن ليس لأحد في هذا العالم أن يستطيع أن يجرمنا فيها رسميا لأن قنبلة ليست عسكرية قنبلة هي جامعة طهران معهد الأبحاث الذي يعمل على علاج السرطان ويعمل على علاج الأمراض المستعصية القنبلة هي التي تتعلق في اكتشاف الفضاء والخروج الخارج القنبلة هي تصنيع سلاح باليستي الدفاعي ولأنه ما بيقدر يطلع بالأمم المتحدة المسوني بيقولك تعال أنت مجرم لأنك تصنع أدوية عالجة الأمراض المستعصية ما بيقولك أنه عم تعمل شيء أدوية ممكن توصل مرحلة تضاهي الكيميوثيرابي الذي يعالج السرطان الذي نضرم أن نحتكر العالم فيه ولا يستطيع أن يقول أنك تخرج للفضاء لتكسر المعلومة التي تحتكرها ناسا فبيقولك أنت مترك بسلاحة اسمح لي أنتقل إلى الضفة الأخرى اليوم هل يقلق إيران امتلاك السعودية سلاح نووي كمان سلمي وغير عسكري اليوم عم نسمع عن أنهني على وشك القيام باتفاق دفاعي واتفاقية نووية مدنية وعلى بعد الأسابيع نحن منها لماذا؟ أولا السعودية هي ليست دولة نووية يعني هلأ امتلكها سلاح نووي بدون برناوج نووي أنت يعني البست قائمة إرهاب بأكملها بس أمريكا عم تكون الضامنة اليوم الضامنة أمريكا عندها أمريكا هي خرجة عندها برناوج نووي ما قبل الـ بس سعودية عندها قبل هل السعودية أصبحت أمريكية؟ لما يرفع العالم السعودي وينتنزل ويطلع مكانه عالم أمريكي بيقولك أنا أبدأ جيب سلاح نوع على المنطقة وهنا لنا حديث ثاني واستلم أن المملكة العربية السعودية ليس لديها الحق إلا بامتلاك برنامج تقني مدني مراقب ضمن حدود وضمن شروط مثل ما عملت الإمارات بالضبع عفوا ببراكة المنطقة الغربية من أبوضبي وكمان كان في جدل عليها لأنه كان في اختلاف على موضوع عدد المفاعلات غض نظر عن هذه التفاصيل التقنية لهذا الاتفاق لكن لا شك أنه اتفاق ضخم كيف ستختبر إيران هذا المشروع أو هذه المبادرة أو هذا الاتفاق الأمني السعودي الأمريكي اللي بيتضمن أيضا غير النواب بيتضمن أسلحة بيتضمن تطبيع مع إسرائيل هذا المشروع الضخم الكبير الذي يحول المنطقة إلى وجه آخر إسرائيل لن تطبع مع السعودية وإذا طبعت حيكون سلك دبلوماسي خارجي دور وجود سفارة إسرائيلية لأن إسرائيل لن تعترف بدولة فلسطين لأنه اليمن سوف يقصفها في اليوم التالي سيقصف السعودية سفارة الإسرائيلية في السعودية لا أقول لك ليش سفارة إسرائيلية بالرياض تتعرف أن كل سفارة هي أرض دولة يعني هاي أرض إسرائيلية يعني اليمن اللي وقصفها لا يستطيع السعودية أن يعترف ماذا يقول اليوم الحوثي أو حتى حزب الله أو حتى اليوم أي فصيل من فصائل الموالي لإيران تقول بأنه هذه المنطقة اليوم نحن وضع بطيء الإيخاع فيها ممنوع اليوم التحرك نحو إسرائيل أو ممنوع اليوم التحكم بمصير أو اليوم التالي التفكير اليوم التالي ممنوع من دوننا لأنه العملية كيف المناع هنا مثل ما شرعت لك إنه في حال وهذا من سابع المستحيلات لسببين إنه إسرائيل تتجرع تفتح كونسولية أول سبب هو فكرة القصف المباشر من أنصار الله والسعودي ما بدل ينكي لأنه هي أرض إسرائيلية بالنهاية السفارة أو كونسولية الأمر الثاني الأمريكي لن يسمح لأن التجربة الفاشلة في التطبيع كانت كافية لواشنطن أن تعرف بأنه صفقة القرن هي نصبة على نتنياهو كي يستطيع أن يخرجوا كل هذه الأموال دول أن ينتبه الصهيوني أنها تصدق لحساب أمريكا يجب أن نفتح موضوع حل دولتين والتطرق إليه اليوم قبل أن نختم هذه الحلقة ما في دولتين دولتين ما في دولتين لا القصام رح يقبل ولا نحن قابلين وإلا كل هالحرب ليش عملناها طب ما هي كانت ماشي دولتين حماس اليوم بعد عندها القدرة لأنه تقول إيه ولا نعم وأكثر من ذلك بالعكس حماس أقوى أقوى مرة من سبعة أكتوبر ليس فقط عن مستوى العسكري ولكن عن مستوى الدبلوماسي تعرفش يعني أنت تضرب سبعة أكتوبر ولا يأتي الأمريكي بسلاح جو ليضرب القسام في غزة هذا يعني الإسرائيلي أصبح منفرد والأوروبي فار تعرفش يعني تأتي حامل الطائرات وبعد أسبوع تفر إمت صارت هاي أمريكي راحت أفغانستان تسرق وتحتل بإسم العلم الأمريكي راحت على العراق تحتل وتسرق وتطلع صدام من الجعر تحت العلم الأمريكي راحوا على سوريا يحتل وتسرق تحت العلم الأمريكي إسرائيل الآن العقلاء فيه يقول لك أمريكا ذهبت لأنها لها مصلحة الآن أطفال إسرائيل تقتل تعطون أموال تطبع في أمريكا بدون أي قيود دولار أمريكي وتعطون سلاح بعد أن فشلتم باليمن تخلص بن سلمان منه وتعطوه حقه أيضا عجين أموال أمريكية وتعطون إياه كي ننتحر أمام القسام وأنتم تتفرجوا نحن نريد جيش أمريكي أن يكون معنا على الأرض بحيث إن قمنا في خطوة جريئة بقتل أطفال واجتياح مخيمات وإبادة جماعية لن نذهب منفردين إلى لهاي ولا يأتي شخص كجنوب أفريقي لم نعطيها أي اعتبار في يوم الأيام ويرفع قضية عليه في لهاي. طب كإيران اعطيني الحل اليوم السعودية اليوم تقول الحل هو اتفاق أمني حل دولتين تطبيع مرتب المنطقة اعتراف بدولة فلسطينية. إيران اليوم تقول لي بأن هذا الموضوع لن يتم وإيران ستخرب هذا الموضوع ستعرقل حدوث موضوعها. سوف تبيض هذا الحل كيف الإبادة بتكون؟ أنه المشكلة تبدأ في عملية التوسع بالخلاف والطلبات ما بين واشنطن وتل أبيب إلى أن تصل واشنطن إلى مرحلة بتجريم إسرائيل. طبعا هذا كلام ما كنتم سدقينه قبل. بس أعتقد الكلام اللي طالها مؤخراً تجريم الوحدة الإسرائيلية من جهة بداية توجيه الكلام على أن إسرائيل أنني أعطيك سلاح لتدفع نرسخ مش عشان تقتل أطفال الأصوات اللي بدأت تظهر بالكونغرس بأننا علينا أن نقف تمويل المالي لأننا نتحمل مسؤولينا الإسرائيلي بها دي المجازر وأمريكا تقول علينا أن نذهب ونلوم مجلس الأمن لنستطيع أن نصل إسرائيل لأن إسرائيلية أمريكا صهاينة أمريكا كمان عددهم مش قليل طب ما في حل دولتين ما رح تستمر حل دبلوماسي ما فيه هذا الحل اليوم اللي تعاول عليه أدول أدول أدولي الحل الوحيد الذي ننطقه حلك إيران اليوم ماذا إبقاء المنطقة بهذه الدائرة من الصراع وهذا البركان المتفجر البركان المتفجر صوفيون هي الصهيوني وليس بقرار بحور مقاومة فقط هذا سيكون قرار بالإجماعة من لا يريد أن يحرر فلسطين سيأخذ متفرج من بعيد دول الخليجية تريد ولا لا تريد دول الخليجية تريد ما هي تريد أن تحرر فلسطين دول الخليج تريد أن تخرج باستثماراتها وفتر كيميائيتها دون شريك أمريكا أو أي احترف آخر وأن لا تكون متورطة ولا تتأثر الأنظمة الأمنية الداخلية فيها تحت أي ظرف من صهيوني ونغير صهيوني لا يهمها أي شيء آخر وهذا حقا ما قالنا فيه نحن أنا ما فيني أجي أفرض على الخليج أقول له تعال بدك تعارب بفلسطين ولكن كف أيديك عن الفلسطينية لا تساعد الصهيوني وخليك على جنب طب ما تدفع الإيران اليوم بكي كف نتنياهو يده عن السعودي كمية الضغوط هائلة اليوم على داخليا وخارجيا عملية التضغوط بيقول لك اليوم بعضه اليوم أم بيره بيقول ما تحكيني بالدولة الفلسطينية ما رح أعترف فيها يعني هلأت دولة إرهابية أنا ما بعترف دولة إرهابية نتنياهو ممكن يلاقي حطفه بأي لحظة الآن الورطة اللي ورطة حماس للقيادة الإسرائيلية كبيرة بقبول بالهدنة لأنه أمل شرخ ما بين الصهايني الذين يقولوا لا يمكن أن نبقى يجب أن نخرج الأسرة ونقبل بهذه الهدنة والطرف الآخر المتشدد الذي يقول لا أنت إن دخلت معه بهدنة أنت تفتح باب له أن يرتاح ويبدأ من 7 أكتوبر جديد هذا الصراع داخل المجتمع الإسرائيلي سوف ينجر تتفجر قريبا أجد نفسي أفتح ملفات ضخمة أنا وياك لكن باختصار كيف سيكون اليوم التالي بعد الحرب في غزة اليوم نحكي عم نحكي أنه ربما قمة المنامة اقترحت أنه يكون في قوات إسرائيل في ليلة وضحاها إسرائيل سوف تكون منعزلة عن كل حلفاء والسفرات الإسرائيلية سوف تصرخ بالخارج وربما سنتنتقل الحروب لأوروبا وأمريكا من إسرائيل بأن الإسرائيليين سيبدأوا يخرجوا طلاب بعلام إسرائيلية بأن هلب شلدرنوف إسرائيل وإلا حنبلش نخرب بمبدأ أن كل دول العالم هذا الصهيوني كل دول العالم أصبح لديها ازدهار بقوة إسرائيل ووجود إسرائيل واستطعتوا أن تخرجوا بكل هذه التقنيات بسبب وجود دولة إسرائيل فإن أخذتم قرار بأن تباد إسرائيل أو تتفرجوا على إسرائيل وهي تباد لن نبقي منكم أحياء أنتم عداؤنا قبل الإيرانيين وهذا ما أريده فإن بلشت تضرب الأمريكا أول واحد وبلشت أن يخلص إدعال إسرائيل إسرائيل إن بقيت بدون أمم المتحدة بدون دعم عسكري حزب الله لوحده بقدر يخلص منها قسام لوحده بقدر يخلص منها قسام لوحده بقدر ينهيها طب هذا الموضوع معروف أنه بعيد المنار اليوم بهذه الإبارات وبهذا اليوم الحشل بهذا التضامن مع إسرائيل وهذه القوى العسكرية بهذا السلاح الجو إسرائيل مشكلتنا معها حقيقية كانت لك تكون كبيرة لو عنده عقيدة استشهاد ممكن أن يقاتل لآخر رمى أنا معك هتقول حرق طاحي بس هذا شخص ما عنده مبدأ أنا لا أتبعد أن تأتي فئة إسرائيلية في يوم من الأيام يتواصلوا مع حزب الله ويقولوا نحن نطق بكلام سيد نصر الله قال عودوا إلى بلادكم أمنوا لنا معبر إسرائيل لا تريد أن تخرجنا أمنوا لنا معبر عن طريق جنوب لبنان ونحن مستعدين أن نفر شو بيكون موقف جيش الدفاع أنا هذا لا أستبعده فعودوا أقول لك عزيزي سبع أكتوبر غيرت خارطة الطريق بالسياسي كاملة لم يتوقع أحد ولا حتى نحن أن ممكن جتير الشيق في موقف هذا الموقف لم نتوقع أن حاملة الطائرات تخرج بس هذا شيء لا يغير بالواقع اليوم في الجسر جوي موجود في كلمة عليا ممنوع إزالة أو ممنوع حتى تهديد أمن إسرائيل وليس تفكير بإزالة إسرائيل هل يمكن ينفذ خلي اللي عم بيطلع هذه المقترحات يجو يساعد إسرائيل على الأرض طب إسرائيل اليوم متروكة بهذه الحرب الاستنزاف منطولة الحرب ما رح تطول لأنه لوحد كل ما تقلصت الخدم أعود وأقول لك إسرائيل سوف تترك المنطقة وتبدأ صراعها لتعيد أمريكا إلى المعركة بدهم علم أمريكا عن أرض إسرائيل ليست دولة مقاتلة جيش الدفاع ليست جيش مدرب أن يكون لديها عقيدة ليدافع منفرد حتى الاستشهاد فبالتالي هو يحارب بالوكالة فإن انتهت الوكالة انتهت سويوني اليوم ألا تخاف أو تستبعد فرضية أنه اليوم أن يقوم الإسرائيلي بهجمة ليس على أوروبا أو أمريكا على حزب الله اليوم الذي يشغله ويساند غزة منذ فترة بعيدة لا يأخذ بخيز التنفيذ هناك جبناء في إسرائيل قيادات عسكرية عالية يعتبروا أن المتجددين يأخذوا قرار ويعطوا قطع عسكرية أمر أن تخرج بطائرة وتضرب هي أكثر من مسيرة تستهدف سيارة وتمشي ما في أكثر من هيك محصورة الجبهة اليوم نسمع عن التصريحات التي تقول يجب إنشاء منطقة أمنية يبقى فيها جيش الإسرائيلي في جنوب لبنان هذه دعوات اليوم وهذه اللهجة المتزايدة والمتجددة أيضا بأنه يجب أن ننفذ ضربة كبيرة وواسعة إلى حزب الله اليوم لدينا سكان بالشمال اليوم هاربين إلى وسط إسرائيل ماذا سيفعلون؟ أمريكا تتمنىها تعرف ليش؟ إذا في حال تهور الإسرائيلي بضرب على حزب الله وقامت إيران أو حزب الله بضرب صواريخ دقيقة واجتياح على الجليل أمريكا ستخرج بكل بساطة وتقول أنتم أخذتم إجراء دون أن تناسقوا معنا مثل ضرب القنصلية يعني جربوها القنصلية ونشحة الفترة الأمريكية أننا تملصنا ومرت الأمور فهذه المرة ستضعم حزب الله أنا بش نستمستعد كأمريكي لن يعطي الغطاء الأمريكي سيجرم نتنياهو سيجرم نتنياهو أن هذه الضربة غير موافقة عليها ونحن أمنا بدي يحمي نفسه الأمريكي عشان ما يكون بنك أهداف حيطلع ببيان أقول لك أنا لما أكون على أي علم بأذن قلت لي أن إيران اليوم مشروع هو إزالة إسرائيل محور المقاومة اليوم محور المقاومة محور المقاومة إيران هي الرأس الأكبر في هذا المحور في شيء اسمه خمس أصابع ليد واحدة إنت لما تعمل قبض من فلاذ ما فيك تقول أي أصبع كان أخوى من الآخر تقول لي اليوم بالخلاصة أنه هذا الزمن انتهى الذي نقول فيه أنه إسرائيل ممكن أن تعود اليوم إلى قوتها وإلى عظماتها طبعا تقول لي أنه اليوم بدأ الموضوع يتقلص متى هي لحظة الصفر النتيجة الآن لديك مبنى استطعت بالعشر قواعد الأساسية الركائز أن تهريها تهري الإسمنت اللي فيها طب متى لحظة الإنقضاض ها هنا تأتي العملية من أين ستبدأ من أي زاوية الانهيار لأن كل القواعد أصبحت مهترئة كل القواعد اللي بنيت عليه دولة إسرائيل مهترئة ممكن تكون عملية تهيج إسرائيلي بقرار أهواج مثل ضرب لبنان وتفتح المعركة ممكن أن تكون الآن تخرج بسوريا وتأتي بحق الرد ويبدأ بالضرب ممكن الروسي يبلل شاطي معلومات ممكن الحرب تروح لأمريكا وزراحة الحرب لأمريكا وثبت أن إسرائيل وراء عملية التخريب والعيجان والربيع الأمريكي في الشارع أمريكا ستبدأ تقول نحن نطالب إسقاط دولة إسرائيل من المتحدة ليش تستغربها؟ أمريكا لم تعد تستفيد من إسرائيل اليوم الكونغرس يقول إن بقي برميل بترول واحد خارج السيطرة الأمريكية ممكن أن يساعد إسرائيل كي أحصل عليه وهم بيحملوه هنا ببلايدهم ويرجعوا ويرجعون على بلايدهم شو الحال؟ إخلاص بالنجوة طبعا أنا عم نحكي اليوم عن عمليات تطبيع يعني إخلاص بالنجوة تطبيع عم بتضروا للأمريكي لأن كل البيتر كنت مربوطة بالدولار فلما تطبيع وجربوهم من فترها مهناتوا راح يحطي دولة كل شيء لأن هاي أرض المعادة باختصار إيران هي ستكون البديل عن إسرائيل في المنطقة؟ فلسطين هي حتى عود الأمور لأصولها الشعب الفلسطيني هو من يحكم فلسطين مش إيران إيران سوف تساعد فلسطين ممكن أن تقف عجريه ومش إيران محور المقاومة طب لو نتحدث عن كيان اسمه إسرائيل ما فيه كيان هو من يبسط نفوذه بالمنطقة ما فيه خلق هاي انتهت من 2011 بلش إيران من سيكون البديل؟ الفلسطينية ولكن هنا صراع وهنا نقطة جدال من من الفلسطينية سوف يحكم فلسطين؟ هذا ملف آخر فتحت علي فتحة كبيرة هاي مشكلة أشكرك جدا لذلك بالآخر احنا طلبنا شغلة أنا شخصيا طلبتها إنه نعمل مخيم يعني يمكن سوريا أنصب مكان نعمل مخيم كبير نجيب فيه صفوة من الشباب من مخيمات لبنان صفوة من الشباب من الأردن فلسطينية الأردن وفلسطينية سوريا وفلسجا ونبلش نخليهم يتعاضضوا ويتعرفوا على بعض كي تنخلط ثقافة سبعين سنة من الغربة أنت عبر الحدود هايك عم تحكي عن وين مبدأ الدولة اللبنانية وين مبدأ الحفاظ على السيادة اللبنانية لذلك اخترت سوريا أني قدر أتفاهم مع القيادة السورية أن أتأمن لي مكان خصوص إنه هذا عمل ممكن بيرعاة لبنان المتحدة شباب أعمل فردي يونسيف ممكن تبناه أجيب فلسطينيين يبقى مش سلاح لا يتعرفوا ثقافيا الإنخراط الثقافي عشان لما يفوتوا على فلسطين بعد التحرير إن شاء الله ما يستهجنوا بعض ما يصير فيه صراع على الوجود تقترب ذلك الموعد إن شاء الله بقولك مبنى بنهار إسرائيل هي مبنى بنهار بالقواعد بأي لحظة أنت ما فيك يتراهل متى سوف يسقط من أي قاعدة سوف تبدأ بس ممكن يتراهل خلال ساعات اللي مبنى حيكون على الأرض المستشار في القانون الدولي والفيزياء النووية الدكتور هالي دالون شكراً لوجودك أهلاً وصحباً مشاهدي سبوتشوت هيك منكم وصلنا لخيتام هذه الحلقة بتشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة